اشتركوا بالقناة 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 الرسوم الشراء واحد في المية تتوزع على اعضاء العملة او المستثمرين خاصة بالعملة يعني انت اشتريت من العملة وخزنتها في المحفظة كل فترة بتلاقي عدد القطاع عم تزيد كل فترة بتلاقي عدد القطاع عم تزيد بسبب الواحد في المية من عدد القطاع تتوزع على العضاء هدف العملة اصدقائي خلال نهاية السنة او الى نهاية السنة هي الاربعين دولار وكمية حرق عم تصير بشكل كبير جدا وعدد القطاع قليل جدا اصدقائي طبعا طبعا الماكس سنبلاي اصدقائي مية مليون قطعة والتوتل سنبلاي ثلاثة وخمسين مليون قطعة هذا امر ممتاز جدا اصدقائي طبعا عدد القطاع قليل جدا جدا والعملة اصدقائي ما عم تتأثن بشكل كبير بالهبوط اللي عم يصير بالسوق العملات المشفرة يعني نشوف المتكوين في حالة متقلبة لكن هالعملة عم تحافظ على استمرارها انا عن نفسي اصدقائي رح خزن مبلغ بهاي العملة على امل تعمل لي اربعين ضاف اللي انا عم استدهون نرجع للمنصة اصدقائي في ميزة بالعملة اي عملية شراء او تبادل بتصير داخل المنصة الرسوم اللي بتم دفع على المنصة المنصة تلقى يعم تاخد الرسوم وبتشتري من عدد القطعة الموجودة في السوق وبتحرون يعني حاليا تتلصب لاي عم تداول 53 مليون المنصة انا اشتريت ب1000 دولار المنصة بتاخد العمول اللي انا دفعت على المنصة وبتشتري فيهم العملة وتتم اعدام القطعة هذا الامر اصدقائي بيسبب قلة وندرة قطعة العملة لهيك رح يتم ارتفاع شديد قطعة قليلة وبتم الحرق مستمر بهاي الطريقة فهذا رح يسبب للعملة هاي تكلمنا اصدقائي عن العملة حاليا رح نتكلم على الدعوة طبعا اصدقائي الدعوة بتقدر تكسب عن طريق الاحالة بتقدر تكسب خمسة بالمئة عمولة من الرسول اللي بتم دفعة للمنصة كل عليك تاخد رابط الاحالة وتوزع على السوشال ويديا وكل واحد مسجل عن طريقك بتقدر تشوف هون ارباحك او بتقدر تشوف اشاني حصلت انت يوميا من قطع عملة موسي عن طريق هاي المنصة طبعا اصدقائي عندي سندات هلا رح تكلم عن السندات لكن خليني بشكل سريع على الانفتي عندي سوق الانفتي سوق كمان خاص بهاي المنصة طبعا بتم الدفع من خلال القطع العملة طبعا هاي اللوحة اصدقائي بقيمة 115 قطع يعني بسعر يعني بسعر 117 دولار هاي لوحة الانفتي وهاي اللوحة بسعر 8 قطع وربع يعني بسعر 9 دولار وربع تقدر تشتري لوحات وتبيع لوحات عن طريق هاي السوق الانفتي الخاص بهاي المنصة او بتقدر تشتري انفتي او بتقدر تعمل ايداع بالانفتي بتقدر تفتح مزاد علني او بتقدر تشتري عن طريق السوق تشتري وتبيع عن طريق السوق اما السندات اصدقائي بتدخل على كل السندات السندات هي عبارة عن فوائد بتقدر تدخل سند سنوي وبتربح فوائد سنوية مثل هذا البوند اصدقائي البوند المركز الثالث بيحتوي على فائدة بقيمة 250 والبوند الثاني بيحتوي على فائدة بقيمة 400 في المية والبوند الاول بيحتوي على فائدة بقيمة 300 في المية هاي بالنسبة للسندات وتدخل تعمل اصدار سندات جديدة وهذا شرح ما هي السندات تعمل السندات المركز تماما مثل السندات التقييدية انها ادام مالية تمثل قرضة يقدمه المستثمر ومدعومة بالبيب تود للمقترد مقابل عائل ثابت سندات المركز مدبجة على سلسلة كرموز بالعقود الذكية يمكن اصدارها واستبدالها ورهدها بدخل ثابت وعالي يعني كل سند تقدر تشتري وتقدر تحط عليه فوائد تكلم على السندات وتكلم على NFT طبعا في مصابقات اصدقائي في عندك مصابقات احالة وفي عندك شراء المنافسة طبعا الاحالة تكلم علي وتقدر تربح زيادة عن الاحالة وعندك العقود الاجلي اصدقائي اللي هي الميز الجديد بهذه المنصة العقود الاجلي بهذه المنصة اصدقائي كمان عقود اجلي بسيطة وسلسلة يعني التداول علي سلس وجميل جدا طبعا بعد ما تربط المحفظة عندك هون الرافع المالي طبعا البيتكوين نعرف الرافع المالي من الواحد اكس الى المية وخمسة وعشرين اكس طبعا الخطورة بتكون عالية نحنا مستخدم استراتيجية الدخول بـ عشر من مية من رأس المال وعشرين اكس طبعا وبحدد الكمية البيتكوين اللي بدي اشتري فيها وبقمس على يوافق طبعا وعندي كلمة حد وعندي كلمة سوق كلمة سوق انت بتشتري على السعر الحالي للعملة اما كلمة حد انت بتحدد سعر للشراء طبعا وبتقدر تحلل وترسم مؤشرات طبعا مثل trading view مثل binance مثل باقي المنصات امر جميل جدا طبعا بتقدر تشتري كل العملات لانت بتاسبك هاي بالنسبة للعقود الاجلة طبعا زقائب تقدر تقسم عن طريق المزارع الكسب عن طريق المزارع يعني التعديد تقدر ترهد بيم بي او بي وز وتعمل زراعة وكلمة زاد المملك بتزيد كمية التعديد ومتزيد كمية المرابح تقدر تستخدم كمان البوسي لحتى تعدد من عملة البوسي وتقدر تستخدم تعديد بيم بي عن طريق عملة البوسي طبعا اصدقائي وبالنسبة للإطار الزمني تقبس على الآلة حاسبة كل 1000 دولار اصدقائي السنة الكاملة بتربح 400% لل1000 دولار اما البي وز اصدقائي بتربح 1200% خلال السنة لمبلغ وقيمته 1000 دولار هاي بالنسبة للتعديد او عائدات الاستثمار اما المبادلة اصدقائي بدخل على المبادلة الخلاسكية بقدر اعمل exchange او بقدر اعمل مبادلة لعملة معينة مقابل عملة ثانية طبعا مثل банkeyk swap انا مثلا معي من عملة البي امبي ومدي بدلة بعملة البوسي او اي عملة ثانية طبعا مثلا عندي عملة الكيك او عملة البانك اكس واب وطبعا اصدقائي قطعة البي امبي الوحدة تتعمل لك تبادلات بقيمة 45 قطعة كيك طبعا اصدقائي وعندك كمان وعندك المستندات والورقة البيضاء وخارطة الطريق الخاصة بالمنصة تكلمنا اصدقائي وانا عنده مشروع العملة قوي جدا وحاليا عم بتجه على الوطن العربي هاي المنصة اصدقائي هدفة انه تصير من المنصات التوب 10 وهذا امر مش بعيد منصة قوية وسهلة الاستخدام طبعا المنصة الى تطبيق بتقدر تستخدم هذا التطبيق بتقدر تستخدم وتحمل هذا التطبيق من جوجل بلاي او من اب ستور حسب نظام التشغيل الخاص فيك للاندرويد بتحمل من جوجل بلاي منصة position exchange او من ios بتدخل على app store وبتبحث على position exchange طبعا انا رح اترك لكم روابط المجموعة مع السلام اصدقائي ودمتم بخير متمنى يكون الشرح كان كافي وكان شرح واضح للجميع واي سؤال او استفسار تتواصل معي على الخاص على telegram تدخل على قناة telegram او قناة المنصة وتتواصلوا معي انا عبدالله شهادة مع السلام ودمتم بخير